ويسعدني في هذا الصدد الإشارة إلى أن المباحثات التي أجريناها اليوم قد أكدت تطلع البلدين لجهزة حجم التبادل التجاري بينهما والتواجد لاستثماري في كلايهما بما يتناسب مع المستوى المتميز لعلاقاتهما السياسية وذلك من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغزائية والدوائية أكدنا كذلك خلال المباحثات اليوم استعدادنا لنقل الخبرة المصرية في مجالات البنية التحتية والإنشاءات والنقل وإنتاج الطاقة إلى الجانب الأرميني وبحث سوء لاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركات الأرمينية في مجال الزكاء الاصطناعي كما شهدت المباحثات تأكيد أهمية تنشيط دور الألياد المؤسسية القائمة بين البلدين لا سيما اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال في تعزيز مسارات التعاون بين البلدين خلال الفترة البقبلة كما أود في هذا السياق الإعراب عن اعتزازنا بمستوى التعاون والتنصيق القائم والمستمر بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية